السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Dear Students of Al-Manahal International School أعزائي الطلاب الصف الخامس البدائي Today is our fifth session We're still in Unit 7 Unit 7 in Space درسنا اليوم أعزائي الطلاب سيكون عن القراءة Reading But before we start Let's please do a revision For what we had before قبل أن نبدأ أعزائي الطلاب دعونا نبدأ بالمراجعة لما أخذناه مسبقا في الوحدة السابعة قلنا أن كل جملة في اللغة الإنجليزية لها ثلاث حالات الحال الأولى نسميها الإثبات Affirmative الحالة الثانية Negative النفي والحالة الثالثة هي السؤال أو الاستفهام إذن هذه الحالات الثلاث لكل جملة في اللغة الإنجليزية في أي زهما كانت وتكلمنا أيضا عن time markers with the future الدلائل الزمنية أو العبارات الزمنية التي تدل على الزمن المستقبل هذه العبارات نستخدمها مع الأزمنة كالشهور، الأسابيع، الأيام، أجزاء اليوم، حالا أو فيما بعد And we have this beautiful song A Trip to the Moon Let's listen to the song again please Listening 56 Listen and sing A Trip to the Moon Get in the Rockets We're leaving soon We're off on a trip to the moon We'll be there In two days time We're off on a trip to the moon This evening we'll eat dinner With a straw We're off on a trip to the moon And next week we'll come back to Earth We're off on a trip to the moon We also, dear students, had last listen about phonics and spellings These sounds Let's revise them again please Listening 57 Listen and point Source August August Autumn Jigsaw Straw Paw Horse Horse Sport Morning Morning Dear students, let's move to the classbook page 60 Page 60 in the classbook please Okay, here we go Our lesson today is about reading Reading a website form إذن هو منتدى عام على موقع التواصل الاجتماعي على موقع المتصفح الكتروني Website Okay, page 60, classbook Skills time Listen 5 Breathing Describe what's happening in the pictures إذن أعزائي الطلاب صفوا ماذا يحدث في هذه الصور Let's check the pictures please دعونا نتفحص هذه الصور لو سمحتم So, it's a boy Or a guy And he's living Under the water Under the water In a glass house إذن هذه الصورة لصبي يعيش في بيت زجاجي تحت البحر تحت الماء What do you think? Is it possible? هل تظنوا على ذلك ممكن? وهنا عندنا عندنا هنا في هذه الصورة مجموعة من الطعام طعام متنوع الحلوة الشراب الشيبس والكيتشاب وهنا أيضا سيارة تطير في الهواء وكأنها تستخدم ألواح الطاقة الشمسية Flying car وهنا فتاة كأنها تلعب في Virtual Games في الألعاب الافتراضية نعم وتتخيل أن أمامها زرافة دعونا نستمع ونقرأ المقالة سوية سوية listening 59 سوية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر إذن فوسيل بمعنى المحروقات أو المواد التي نجدها في المناجم الأحفورية التي تتراكم عبر مئات السنين كالفحم الحجري مثلا سوف نستخدم الطاقة من الشمس لكي نزود منازلنا وسياراتنا بالطاقة بالقوة وأظن أن السيارات سوف تصبح سريعة جدا وبعض السيارات سوف تطير أيضا أظن أن الكمبيوترات سوف تصبح صغيرة جدا في المستقبل سوف يكون لدينا أجهزة كمبيوتر في ملابسنا وسوف نستخدم أصواتنا لكي نتحكم بها وسوف نتعلم الكثير من الأشياء المثيرة للإهتمام وسوف نستخدم العالم الإفتراضي للدراسة لن نذهب إلى المدرسة ولكن سوف نلتقي مع أصدقائنا وأسادتتنا في عالم إفتراضي جميل لكي نتعلم عن العالم ضع خطا تحت هذه الكلمات في النص إذن ضع خطا تحت هذه الكلمات في النص يجب علينا أن نبحث عن هذه الكلمات في النص ونضع تحت خط وبعد ذلك يجب علينا أن نعرف معناها بمعنى إحزر نعم أن نحزر أو نخمن معاني هذه الكلمات مستعينين في كتاب الأنشطة قسم القاموس ديكشنري قاموس الصحيفة 132 إذن هذه أعزائي الطلاب قسم القاموس من كتاب الوركبوك آخر نعم القسم الأخير صحيفة 132 يبدأ هذا القسم قسم القاموس ديكشنري معاني الكلمات في اللغة الإنجليزية إذن حسب ترتيب الأبجدي حسب ترتيب الأبجدي لهذه الكلمات عزائي الطلاب لمحة سريعة كيف أستخرج الكلمات من القاموس قبل استخدام القاموس يجب علي أن أكون أعرف الحروف الأبجدية الإنجليزية بالترتيب الصحيح يجب علي أن أحفظ هذا الترتيب 26 حرفاً في اللغة الإنجليزية نعم وهذه الحروف عزائي الطلاب مثلاً كلمة كات إذن الحرف الأول هو سي الحرف الأول سي الحرف الثاني أي الحرف الثالث تي إذن كات هكذا كلمة كار أي كلمة يكون ترتيبها قبل في المعجب كار أم كات دعونا نرى إذن سي أي وهنا تي ولكن قبله الار إذن كلمة كار يكون ترتيبها في القاموس قبل كات كذلك باق عن بوي إذن باق عن بوي كلاهما يبدأ بحرف البي بي بعد البي ثم ج إذن باق قبل بوي إذن مهم جداً أعزائي الطلاب أن أحفظ ترتيب الحروف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z إذن هذه الكلمات التي وردت في الناس control بمعنى تحكم أو يتحكم إذن هي verb فعل إذن معنى يتحكم If you control something It does what you tell it to do إذا أنت تتحكم بشيء ما فأنت فأنت تخبره ماذا يفعل هذا الشيء إذن ماذا تخبره لهذا الشيء هو يفعل control energy بمعنى طاقة noun بمعنى اسم إذن هذا نوع الكلمة هذا part of speech يعني نوع الكلمة إما فعل أو اسم أو صفة يكون energy طاقة noun اسم When you have energy you feel strong I want to do lots of exercise You use energy to make cars and machines work إذن طاقة عندما يكون لديك طاقة أنت تشعر بأنك قوي وتريد أن تفعل الكثير من التمرين نحن نستخدم الطاقة لكي نجعل السيارات والآلات تعمل إذن عندنا عدة أنواع من الطاقة pill noun pill بمعنى كابسولة حبوب من الأدوية pill noun اسم a can of tablet إذن نوع من أنواع الكابسولات which has medicine or vitamins inside الذي يحتوي على دواء أو فيتامين في داخله power بمعنى قوة verb فعل إذن make a car or machine work لكي تجعل السيارة أو الآلة تعمل إذن هنا بمعنى يشغل power بمعنى يشغل submarine noun submarine بمعنى غواصة هي اسم a car of ship that travels under the sea إذن نوع من السفن الذي يسافر تحت الماء underground هي صفة adjective underwater أيضا صفة adjective معنى تحت الماء عندنا هنا عزائي الطلاب الكلمات الجديدة ومعانيها نقرأها مرة ثانية underwater تحت الماء submarines غواصات underground تحت الأرض control تحكم أو يتحكم energy طاقة virtual reality العالم الافتراضي pills حبوب أدوية كابسولات power بمعنى قوة أو يشغل exercise number four read again and write t true or f false اقرأ النص مرة ثانية وأكتب حرف t بمعنى صحيح أو حرف f بمعنى خاطئ number one rob thinks there will be lots more space on land in the future إذن rob يظن أنه سوف يكون هناك الكثير من المساحات والأراضي في المستقبل إذن f false خطأ خطأ أوكي number two rob thinks lots of houses will be underwater روب يظن أنه هنالك سوف يكون الكثير من المنازل تحت الماء it's tea أوكي true number three lara thinks there will be lots of parks in the future وتظن لارا أنه سوف يكون هناك الكثير من الحدائق في المستقبل it's f false false also jim thinks we will use fossil fuels in the future jim يظن أنه سوف نستخدم المحروقات المترسبة ومتراكمة تحت سطح الأرض في المستقبل سوف نستخدم الوقود الحفورية f false jim thinks some cars will fly يظن جيم أن بعض السيارات سوف تطير and then it's true jim thinks children won't go to school in the future jim thinks children won't go to school in the future true ok dear students i will read the text again the future what do you think the future will be like rob 10 there won't be much land so there will be big cities under water and we will travel in submarines i think some houses will be underground too but i won't live in an underground house i'll live in an under water house with glass walls i will see fish swimming around lara 10 i agree with rob there won't be many parks or green spaces there will be lots of cars and planes so pollution will be very bad we won't have a lot of fresh food so people will eat lots of junk food there will be food bills too jim 11 i disagree i think the world will be a cleaner place in the future because we won't use petrol or other fossil fuels we will use energy from the sun to power our cars and houses i think cars will be very fast and some cars will fly too jasmine 11 i think computers will be very small in the future we will have computers in our clothes and we will use our voices to control them we'll learn lots of interesting things we will use virtual reality we will use virtual reality to study we won't go to school but we'll meet our teachers and friends in cool virtual places to learn about the world and the water submarines underground control energy virtual reality pills power let's move to the work book please page 55 page 55 the work book okay okay اعزائي الطلاب الصحيفة 55 من كتاب الانشطة الصحيفة 55 هذه التمارين ستكون وظيفة لكم وانا ساقوم بشرح هذه التمارين وسوفقوم ان شاء الله بشرح هذه التمارين وترجمتها لكم نمبر وان read the class book find and circle the words اذا اقرأ من كتاب الصف نمبر وان read the class book اقرأ كتاب الصف find and circle the words ابحث عن الكلمات وضع حولها دائرة اذا هذه الكلمات السابقة هذه الكلمات الدرس نعم اعزائي الطلاب نبحث عن الكلمات السابقة ونضع حولها دائرة هنا مثل هذه الكلمة هنا virtual reality هذه virtual اذا عندنا مثال محلوه وكلمة power power بمعنى يزود بالطاقة يشغل power فعل اكتب الكلمات التي في التمرين السابق التي في الجدول نعم نكتبها هنا حسب المعاني سوف اقوم بترجمة هذه الجمل لكم نمبر وان we power cars and other machines with fuel اذا نحن نزود السيارات والآلات الأخرى بالطاقة نزودها بالوقود نحن نزود نحن نزود السيارات والآلات الأخرى بالوقود power بمعنى يزود أو يشغل أو يعطي القوة corral is an اذا الكورال هو المرجان is ماذا يكون is planet اذا هذا نوع من الأنواع النباتات البحرية اذا هو نباتي عيش تحت الماء we can get from the sun ماذا نحصل على الشمس لتزويد السيارات الحديثة بالطاقة there are trains in big cities هناك قطارات في المدن الكبيرة ما رأيكم هذه القطارات ماذا تفعل حسب قائمة الكلمات الجديدة التي أخذناها طبعا تمشي تحت الأرض you can some computers with your voices اذا بعض الكمبيوترات الحواسيب تستطيع ماذا تستطيع أن تفعل بها تتحكم بها بصوتك are like boats that go under the sea اذا ما هي مثل القوارب ولكنها تمشي تحت الماء تحت تحت البحر doctors sometimes give us to get well أحيانا الأطباء ماذا يعطينا لكي نتحسن صحتنا we will visit places that are not real using سوف نزوه بعض الأماكن التي هي ليست حقيقية باستخدام ماذا virtual what virtual number three exercise number three read the class book write rope lara jim or jasmine اذا ايضا نقرأ النص مرة ثانية ونكتب أسماء الشخصيات من الذي يقول هذه الجملة اذا نقارن هذه الجملة مع النص there will be cities under water سوف يكون هناك مدن تحت الماء من قال هذه العبارة children won't go to school الأولاد الأطفال لن يذهبوا إلى المدرسة من قال هذه العبارة من النص روب lara jim people won't eat much fresh food الناس لن يتناولوا الكثير من الطعام الطازج there will be very fast cars سوف يكون هناك سيارات سريعة جدا some houses will be underground بعض المنازل سوف تكون تحت الأرض computers will be very small الحواسيب سوف تكون صغيرة جدا the world will be clean العالم سوف يكون نظيفا أكثر اذا عزائي الطلاب نقارن هذه الجمل مع النص السابق اذا هذه التمارين الثلاثة وظيفة homework exercise number one two and three that's all dear students اذا وظيفتنا للدرس القادم هي قائمة الكلمات من كتاب classbook قائمة الكلمات الجديدة نكتبها على الدفتر إن شاء الله وأيضا إضافة إذا الصحيفة 55 من كتاب الأنشطة that's all dear students for today هذا كل شيء عزائي الطلاب لهذا اليوم انتزاكم الله خيرا thanks for watching goodbye see you soon إن شاء الله have a good time السلام عليكم السلام عليكم